مساء الخير كاترين طبعا يوم غير اعتيادية يوم استثنائي على صعيد لبنان وعلى صعيد الجنوب بصفة خاصة ماذا جرى؟ ما أهم العناوين الرئيسية التي ميزت هذا اليوم؟ نعم عمر فعليا قصف غير مسبوك نشهده منذ صباح اليوم وحتى الساعة لا يزال مستمرا هذا القصف اليوم امتد إلى مناطق متفرقة بشرق وجنوب لبنان بصورة عامة ولكن حتى المناطق التي كانت تعتبر آمنة إلى حد كبير كجرود اهمج على سبيل المثال في جبيل في جبل لبنان التي تبعد حوالي 37 كم عن بيروت تعرضت لغارة كذلك منطقة قرطبة ومناطق عدة فيها تواجد قليل لحزب الله وهذا الأمر على ما أذكر لم يحصل منذ حرب تموز 2006 ولكن طبعا هذه الغارات لم تكن بنفس الحدية التي نشهدها بالمناطق الرئيسية ولا بد هنا من ذكر ثلاث مناطق رئيسية فيها التواجد الأساسي لحزب الله نتحدث عن الجنوب عن البقاء وعن الضحية الجنوبية لبيروت حيث تقول اسرائيل أنها قصفت منصات إطلاق صواريخ وبنية تحتية للحزب ولكن أشير كذلك عمر إلى أنه قصف اليوم لم يقتصر على المناطق المفتوحة بل وصل إلى منازل المدنيين إلى المناطق السكنية لذا نتحدث عن حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحة يعني حوالي 400 شهيد حتى الساعة ونتحدث عن يوم واحد فقط إذا قمنا بمقارنة سريعة نرى أنه طوال حرب 2006 ارطاق ما بين 1000 إلى 1200 شهيد نعود إلى الخريطة نبدأ من الجنوب ولنوضح الصورة أكثر للمشاهد سنقسم الجنوب إلى قسمين شمال نهر الليطاني وجنوبه لماذا؟ نظراً بطبيعة الحال للخلاف حول القرار 1701 حيث تطالب إسرائيل بتراجع حزب الله لشمال الليطاني لتؤمن حدودها الشمالية كما تزعم لهذا السبب نرى أن الغارات الأعنف تتركز في هذه المناطق الحدودية في الجنوب الليطاني وجنوب الليطاني كمرون الرأس، الخيام، كفركلة، لعديسة، بلدات ميس الجبل، عيتارون وحولة، الطيبة، مركبة، بنت جبيل، النقورة كل هذه المناطق الحدودية تتعرض لغارات كثيفة وبطبيعة الحال هي مناطق أخلية من السكان تهجروا منها وربما ستكون هذه القرى كصد أول في حال تخذ قرار الغزو البري إلى لبنان ننتقل الآن إلى شمال الليطاني المستجد هو الغارات في معظم هذه المناطق التي لم تكن تشهد مثل هذه الغارات وصولا إلى صيدة التي تعتبر بوابة الجنوب هنا شهدنا اليوم زحمة سير خانقة التي كان يتحدث عنها مراسلنا جراء حركة النزوح الجديدة وغير المسبوقة من هذه المناطق التي تعتبر في الخط الثاني أو الخلفية للمواجهة إذا صح التعبير فعليا إلى أين ينتقل النازحون سوب بيروت سوب المناطق الداخلية والآمنة كجبل لبنان بأقضيته المختلفة وصولا لشمال لبنان كل هذه المناطق ينتقل إليها النازحون والتي لا يتواجد فيها حزب الله وأذكر أن هناك دعوات في كل لبنان لفتح المنازل للنازحين للمدنيين الأبرياء الذين يدفعون الثمن اليوم ننتقل معكم الآن إلى شرق لبنان حيث تشن الاحتلال كذلك أكثر من مئة غارة فقط في الساعات الماضية نتحدث من البقاع الغربي كجبل صافي على سبيل المثال إلى البقاع الأوسط وصولا إلى البقاع الشمالي والهرمل في أقصى شمال شرق لبنان نذكر من هذه المناطق التي طلتها الغراتش مصطار النبيشيت محيط بعلبك أما إذا أردنا التحدث أكثر عن هذه المنطقة تحديدا هنا طبيعة جبلية صعبة يقول أو يفترض الإسرائيليون أن يكون فيها تخزين صواريخ حزب الله الثقيلة ذات المدى البعيد ننتقل أخيرا إلى بيروت إلى الضحية الجنوبية طبعا الثقل الأكبر لحزب الله ولكن الضربات في هذه المنطقة عادة وكما نتابع منذ بداية هذا التصعيد تكون موجهة وضقيقة يعني منذ ساعات أعلن جيش الاحتلال عملية اختيار لعلي كركي قياضي كبير في حزب الله استهدف في الضاحية في حي ماضي المقتض بطبيعة الحال بالسكان لو أنه لم يتأكد بعد أن كان قد قتل أملاق على كل حال أين تتجه هذه المعركة هذا التصعيد ما الهدف من كل هذه الغارات هل تخطط إسرائيل فعليا لغزو جنوب الليطاني وإن شاء حزام ناري يفصل هذه المنطقة إلى ما سيؤدي هذا التصعيد العسكري نعود إليك عمر للمتابعة بالتحليل شكرا جزيلا لك كاترين على هذه التقاصيل وهذا الشرح